الغربة قدر اليمني من دكان وتاريخ اليمنيين أسفار وارتحالات ممتدة وحنين وحكاية مبعصرة في الدروب والعوالم وبحث مضر ومكلف عن الكرامة والحرية هم نسل الحرمان والتعب والضياع والتيه والتشرق في البلدان في العاشر من شهر أكتوبر الجاري كان اليوم السنوي للمغتربين اليمنيين وهو يوم جرى إقراره قبل سنوات كمناسبة سنوية للفت الانتباه لقضاياهم وهمومهم فقطاع المغتربين تعتمد عليه الدول النامية في الحصول على العمولات الصعبة لدعم استقرار الاقتصاد وفي اليمن تقدر تحويلات المغتربين السنوية بثمانية مليارات دولار وتمثل تحويلاتهم المالية قرابة 12% من الناتج الإجمالي المحلي بحسب البنك الدولي وزارة المغتربين تقول إن المغتربين اليمنيين يعولون نصف سكان اليمن ومع ذلك لم تعير الحكومة الشرعية أي اهتمام ليومهم السنوي هذا العام ولم تصدر الجهات الرسمية أي بيان لتحية هؤلاء المناظرين بالمقابل نظمت الحكومة الغير المعترف بها دوليا في صنعاء فعالية ألقى المسؤولون كلمات استعراضية طالبت المغتربين بنقل مظلوميتهم وكأن المغتربين سفراء جماعة الحوثي وكان لافتا أن الفعالية لم تتطرق للإجراءات التعسفية التي تطال ملايين المغتربين في السعودية ولو من باب المزايدة تقول الإحصاءات الرسمية إن هناك سبعة ملايين مغترب يمني يتوزعون على خمسين دولة تأتي على رأسها السعودية التي تستوعب أكثر من مليوني مغترب ورغم أن السعودية تقود حربا في اليمن حولت البلد إلى جحيم ويصعب معها عودة المغتربين إلا أنها تواصل طرد العمال اليمنيين المغتربين ووضع قيود وقوانين جديدة تستهدفهم لقطع آخر شريان حياة لليمنيين في الداخل فرضت السعودية رسوما باهضة وأصدرت سلسلة قرارات ضد العمالة الوافدة وكان اليمنيون الأكثر تضررا منها فالقرارات استهدفت قطاعات تتركز فيها العمالة اليمنية ومعظمها عمالة في مهن متدنية وبرواتب بسيطة وهو ما أكده تقرير خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن حرب مقصودة لإجبار اليمنيين على المغادرة أثارت استغراب المنظمات الدولية ومنها منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة التي تساءلت كيف تعيد الناس إلى بلد أن تتقفف ترجمة نانسي قنقر